بخصوص القضية اللي كانت شغلت الرأي العام اليومين اللي فاتوا اللي حصلت في سهل حشيش وكان متهم فيها حيثم كامل أبو علي وكانت ضحيتها مهندسة ديكور ميسكندر الله يرحمها ويصبر أهلها النهاردة أمرت نيابة البحر الأحمر الكلية بإحالة المتهم حيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنيات لاتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وبالتالي تسببه خطأ وبإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم رعاعته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها ميسكندر صحاق حال قيادته سيارة تحت تأثير مسكر ومخدر الحشيش وتعمده أسير عكس الاتجاه المقرر وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر تقريبا خمس تهم نيابة العامة قد أقامت طبعا الدليل قبل المتهم هيثم كامل أبو علي من شهادة خمس شهود وكمان ما أصفرت عنه معاينة النيابة العامة لموقع الحادث وما ورد بتقرير قسم تحاليل المواد المخدرة بمعمل مدريد الشؤون الصحية في الغرداء كمان ما ثبت من تقرير مستشفى الغرداء العام وإقرار المتهم نفسه في التحقيقات بتعطي مواد مخدرة ومواد كحولية قبل الحادث ده بيان نيابة العامة أمام حضراتكم بخصوص طبعا هذه الواقعة